هزات ارتدادية لم تتوقف بفعل ضربات عدم استقرار سعر صرف الدولار هزات لا زالت تعرقل استقرار السوق العراقية حيث يواصل الدنار العراقي التذبذب مقابل الدولار ورغم قرارات البنك المركزي بصرف الدنار آليا وتفعيل العملة الوطنية إلا أن توقيت حالة التذبذب غير مناسب سيمة مع قرب شهر رمضان الذي يعكس تقييم قدرة المواطن الشرائية وما يحدث في خفايا السوق الموازية من فوضى لم تسعف الحلول الحكومية بإيقافها وذلك ما تحدث به خبراء وفق تقرير نشره مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية حول ثلاث نقاط مهمة يجب توافرها لتمتين العملة بقوتها وهي القوة الشرائية والخدمات مقارنة بالعملات الأجنبية والمنفعة من تبادل للاقتصادات والاحتياطي بالقبول في التجارات العالمية كشفت مؤخرا قرارات كتلك التي أعلنها البنك المركزي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية باليوان الصيني كشفت أكيد مسؤولين في الحكومة بوصفها منطقية فيما حذر خبراء من أنه قرار مناورة سياسي لن يحقق نجاحا على المدى الطويل تحولات في التعاملات النقدية ووعود حكومية بنهضة نقدية إلكترونية يقابلها ما تشهده السوق من عاصفة باردة قد تشتعل في أي لحظة أو كما يحذر مراقبون من تداعيات لن تعود على العملة العراقية وأسواقها باستقرار اقتصادي في حال لم تتخذ إجراءات تمكين العملة الوطنية ترجمة نانسي قنقر